فلنوع زمزا ادلعا فلنوع زمزا ادلعا بمشيئة الله هذا المساء مع الأخضر السعودي هناك في تايلند وأمام منتخب متطور جدا كل التوفيق كل الأمال كل الأمنيات كل الدعوات لأخضر السعودي هذا المساء بتحقيق الثلاثة نقاط وانتصار مهم وأيضا مواصلة الصدارة ومشوارنا نحو منديان روسيا 2018 حلقة كاملة نخصصها للحديث عن هذه المواجهة أقل من ساعتين تفصلنا عن هذه المواجهة المهمة التي ينتظرها كل الجماهير السعودية وأيضا كل محبي كرة القدم بالإضافة أيضا إلى مجموعة من الأخبار والفقرات المتعددة التي تتعلق بشكل مباشر بمباراة الليلة نستعرض مجموعة من المنشتات نستعرض مجموعة من العنوين أيضا نصلت الضوء على آخر مستجدات في بعثة الأخضر السعودي من خلال مراسلنا هناك الزميل عبد الرحمن العابسي وأيضا نرحب بكل أرائكم من خلال هاشتاغ البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ عالم الصحافة نرحب بكل أرائكم حول مشاركة المنتخب هذا المساء فقط نؤجل بقية المواضيع بقية القضايا الأخرى حتى ننتهي من مواجهة المنتخب هذا المساء وبعدها لكل حادث حديث أرحب به ضيفينا في حلقتنا لهذا اليوم الكابتن خالد الزيد الناقد والخبير الرياضي المعروف بعد غيبة طويلة حياة كلام مفاصل أمسي عليك أخي بندر أمسي على السادة المشاهدين والزميل العزيز المهندس المحمد السراح وبإذن الله تكون حلقة ثرية متمنين بإذن الله دوام التوفيق أنما تخبنا في هذه المرحلة وأن يحقق طموع وفرعة الوطن طولت الغيب علينا أبو فيصل غايب عن المشهد الرياضي أنا المقسر حقيقة هذا لها فضل علينا بعد الله يعني في كل ما وصلنا إليه في هذا المجال الله حيّيك أبو فيصل ومحلك ومكانك وتشرفنا بالعكس أنت من الأسماء اللي نفتخر فيها في خدمة الرياضة السعودية وقدمت خدمات كبيرة الفترة الماضية من القصيم ورحب بالمهندس محمد السراح الخبير والناقد الرياضة حيّك الله أبو ريان يا هلا والله مرحبا فيك حيّيك أستاذ بندر وحيّي أيضا أبو فيصل بجوارك الحقيقة يعني الرجل يعني امتعنا جدا في عمله في التحاد السعودي الكرة قدم في الفترة السابقة من حقيقة الشخصيات اللي من المؤسف أن نخسرها في اتحاد الكرة أو في قيادات القيادات الرياضية يعتبر مفيصل من الناس اللي قدم عمل جيد حقيقة ويشكر عليه لكن إن شاء الله المجال إن شاء الله مفتوح أمامه وأمام جميع الخبرات والناس اللي حقيقة تميزوا في وقت سابقا أولا إن شاء الله نهني أنفسنا إن شاء الله بعد يعني بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات إن شاء الله بفوز المنتخب السعودي إن شاء الله وتحقيق الثلاث نقاط أمام تايلند وهذا هو المطلب وهو الأهم نعم ودائما نتشرف في القناة السعودي ونتشرف في هذا البرنامج عالم الصحافة حقيقة أي شخص يعني حقيقة يظهر من خلال هذا البرنامج يتشرف بهذا البرنامج بالكادر الموجود فيه وفيه كنت أستاذ بندر شكرا لك أبو ريان عاد اليوم خميس وما نبي نزعل أبو ريان ها؟ أكيد بالتأكيد يعني اليوم بالعكس يعني أنا أعتقد أنه نتمنى أنه يكون ويكند إن شاء الله ويكند مميز ويكند جيد نثق حقيقة كل الثقة بكل الموجودين إن شاء الله مع المنتخب السعودي نعم أنه يهيئون بالشكل المطلوب بإذن الله تعالى ما في شي صعب نتطلع إن شاء الله بإذن الله أن يفرح هذا الوطن بأكمله بفوز حقيقة مهم جدا للمنتخب السعودي في هذه المرحلة طيب نبدأ رحلتنا الصحفية نستعرض المشتات ثم نخوض في تفصيل العنوين والحديث عن كل الأخبار المتعلقة بمباراة الليلة نبدأ مع المشتات في صحيفة الميدان ملحق الميدان في صحيفة اليوم العنوان الكبير هالو بانكوك منها نتحول إلى الرياضي أيضا لا صوت يعلو على صوت الأخضر كل الصحف تحدثت عن مباراة ومواجهة المنتخب السعودي أمام تايلند المشتة العريض في الصفحة الأولى في الصحيفة الرياضي روح يا الأخضر من بانكوك يترقب السعوديون أضواء موسكو هذا العنوان في صحيفة الرياضية الصادرة لهذا اليوم إلى النادي الأفيال يرجل أما عكاظ يا الأخضر خميس وما لنا خلق نزعل في صحيفة الجزيرة الأخضر في مهمة الحفاظ على صدارته أمام المنتخب التايلندي والإمارات تواجه اليابان وقطر تلاقي إيران والصين تلتقي كوريا الجنوبية كانت هذه أبرز المشتات التي جاءت في صحفنا المحلية منها نتحول إلى استعراض العلوين التي نناقشها بالتفصيل ونتحدث وأيضا نطلعكم على ماذا جاءت في أو ماذا كتمت صحفنا حول مواجهات الليل نبدأ مع صحيفة الشرق الوسط يسعى لتكرار فوزه ذهابا ومواصلة طريقه نحو المونديال اليوم الأخضر يتحدى 65 ألف تايلندي في المنعطف الأخضر إلى التفاصيل يسعى المنتخب السعودي لتسجيل بداية قوية مع انطلاق منافسات الدور الثاني من دور المجموعات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال 2018 في روسيا وذلك عندما يحل ضيفا على نظيره منتخب تايلند مساء اليوم الخميس على ملعب راجة دولي بالعاصمة التايلندية بانكوك والذي يتسع ل65 ألف متفرج يدافع الأخضر السعودي عن صدارته المجموعة الثانية في الجولة السادسة من التصفيات الحاسمة حيث تحمل مواجهته أمام نظيره التايلندي أهمية كبيرة رغم حلول صاحب الأرض في المركز الأخير للمجموعة ودون تحقيق أي انتصار حتى الآن في الجولات السابقة يملك المنتخب السعودي نفس الرصيد النقطي مع نظيره منتخب الياباني الذي يحضر ثانيا في ترتيب المجموعة حيث يملك كل فريق منهما برصيد عشر نقاط إلا أن فارق الهداف رجح كفة الأخضر السعودي في اعتلاء الصدارة أبو فيصل أبدأ معك هل يمكن أن نصنف مباراة اليوم أمام منتخب تايلندي حتى وإن كان يتذيل المجموعة مباراة من الوزن الثقيل مباراة صعبة على المنتخب السعودي بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه أهمية هذه المباراة كما كانت المرحلة الأولى أنه كانت مباراة تايلند بالسعودية التي الحمد لله تحوقنا فيها بهدف كانت هي المنطلق الثقة عادت للفريق الثقة الشارع الرياضي في الفريق وجدت الدعم لا محدود من قبل الأعلام الرياضي بشكل عام والجماهير السعودية كانت هذه الأمور مهمة كثير في المرحلة السابقة في هذه المرحلة لا شك أن هذه المباراة مهمة كثير يعني أنت تلاحظ أنه اليابان وإستراليا والإمارات الفرق نقطة واحدة صحيح مع أنه اليابان الآن معاك بفرق الأهداف لذلك أن هذه المباراة وخاصة من المتذيل لا شك أنه يملك نفس الحظوظ المنتخب التايلندي من خلال الطموح وهذا حق مشروع لأنه لعب مع إستراليا يعني تعادل مع إستراليا نعم هذه المفارقات الفنية قد تغيب في هذه الفترة خاصة أنه أنا طبعا ثقاتنا في المنتخب السعودي لا حد لها أنا أثق في إمكانيات المدرب سيد مارفك استقراره على مجموعة واحدة قد يكون تغيير فيه لاعب أو لاعبين الانسجام، الروح الموجودة في هذه المجموعة من خلال المرحلة السابقة تعطي تفاؤل كبير ولكن أنت تلعب أمام فريق متطور في ملعبة أمام جماهير الظروف المناخية مختلفة نوعا ما عن هذه اللي نعيش فيها الرطوبة، أمطار قد تكون أثر مساعد للفريق الخصم نعم ولكن أنا بإذن الله إن شاء الله التفاؤل ليس مجرد دعم ولكن التفاؤل في هذه المجموعة مع السيد مارفك بظروف وجودهم الآن لأكثر من ستة أيام في هذه المدينة بإذن الله إن شاء الله تعطي إن شاء الله أفضلية واستعداد قوي نعم وتركيز ذهني عالي للمستقبل بإذن الله أبو ريان نصفها فعلا بالمنعطف الخطر أمام تايلند مواجهتنا طبعا شيف ركو بندر أهمية مبارات هي التي تحتم عليك أن تكون مبارات منعطف خطير بالنسبة لمنتخب السعودي يعني بحكم أنه متصدر المجموعة الأمر الآخر والمشكلة الحقيقة اللي واجهها يمكن مارفك واللاعبين أنك أنت تلعب تحت الضغط بينما المنتخب التايلندي يلعب يعني ما عليه ضغوطه ما عليه أي ضغوط يعني إذا حقق نتيجة فهي بطبيعة الحال الإيجابية بالنسبة له أنه يحقق أي نقاط معينة خاصة في هذا الدور وطبعا هذه تعطي أفضلية للمنتخب التايلندي لكن أنت تلعب تحت الضغط وهذه المشكلة الكبيرة الحقيقة اللي ربما يعنيها المنتخب السعودي لكن هذه المشكلة ممكن تتغلب عليها بسهولة وببساطة إذا أنت سجلت في المنتخب التايلندي فإذا سجلت حتى تخلي المنتخب التايلندي يطلع من مناطقه الخلفية فبالتأكيد المنتخب التايلندي يدرك تماما يعني خطورة المنتخب السعودي قيمة المنتخب السعودي الفنية يدرك أنه يلعب قدام المتصدر كل هذه الأمور قضية الأرض والجمهور تلعب لصالح المنتخب التايلندي فإحنا لما نقيس الأمر نقول من ناحية الفنية ممكن إحنا نتغلب على المنتخب التايلندي 70% لكن من نواحي أخرى يعني الظروف واللي يعني تعيشها مباراة هذه أو يعيشها الفريقين بالتأكيد تصب في صالح المنتخب التايلندي ممكن 70% من صالح المنتخب التايلندي لكن المباراة دائما يعني الأمور الفنية غالبا هي اللي تكون الفاصل الحقيقي في مثل هذه المبارايات فلذلك مهمة جدا للمنتخب السعودي أنه يتخطى مثل هذه العقبة الكبيرة وخاصة للمنتخب التايلندي يعني منتخب متطور منتخب يعني الآن يعني وضعه مختلف تماما السنوات الماضية يحب أن يثبت نفسه في هذه البطولة حتى زي ما حدث مع المنتخب السعودي خسارة أي نقطة خطيرة جدا عن المنتخب السعودي فلذلك تايلندي والعراق بالذات المباراتين هذه مهمة جدا للمنتخب السعودي إذا حيواصل صدارته للمجموعة لأنه في حالة فوز المنتخب السعودي في مباراتين هذه حيستمر في الصدارة وهذا حيعطي دعم كبير وحيعطي ثقة للشارع الرياضي والإعلام الرياضي في دعم المنتخب السعودي في أقادم الأيام جميل طيب طبعا أعلن عن تشكيلة المنتخب السعودي الرسمية سألتني عنها قبل شوية أبو فيصل تقريبا هي نفس التشكيلة التي شاركت في المباريات السابقة للمنتخب السعودي في حراسة المرمى مسليم في ربع خط الدفاع منصور الحربي معتز عمر هوساوي الشهراني وفي المحور الخيبري والفرج أمامهما تيسير الجاسم ويحي الشهري ونواف العبد ومحمد السهلاوي لا تغيير على تشكيلة المنتخب أبدا تبات واستقرار أنا متوقع هذا الجانب هذا يمكن من مميزات مارفك اللي انتقدناه كثيرا أبو فيصل نعم لا شك حتى لما كان ندرب منتخب هولندا التغيير عنده محدود جدا في لاعب أو لاعبين طيلة البطولة هذا الاستقرار اليوم هنشاهده بإذن الله إن شاء الله حتى على عطاء اللاعبين الذين يثمن انتقادهم فيه المراحل السابقة في الدوري هنشوف المجموعة هذه المدرب يعتمد على التكتيك العالي الفني داخل ما يحتاج المدرب من اللاعب يقدمه اللاعب ليس رضاء للجماهير أو عطاء اللاعب الفني لكن المردود الفني الحقيقي لما يطلب منه المدرب أثناء هذه المباراة ومباراة اليوم هنحن نقول تراها مشترق ست نقاط الآن اليابان يلعب مع الإمارات والاسترائي يلعب مع العراق ولذلك هي خسارة تفوزك وخسارة أي منها المجموعة أو الفرق الثانية حتساعدك أنها تعطيك ثقة للانطلاق زي ما تفضل للمهندس محمد وأنها حتكون تعطيك علو يعني أكثر التي تصدرك في المنافسة أضف لذلك يعني أنا ما أقولها والله يعني مجرد هو الدعم لا المنتخب اللاعبين في المنتخب مختلفين كثير بناء على التكتيك والانسجام الحاصل مع السيد مارفك من مباراة إلى مباراة حسب إمكانيات وعطاء المنتخبات الأخرى التي تقابلك يعطي الحلول لهذه المجموعة في عطاها داخل الملعب من الجوانب الفنية نحن بنرجع تكلم عن هذا الأمر أبو فيصل لكن عندنا حديث مهم للسيد مارفك في صحيفة الرياض طبعاً هو حديث لكل الصحف لكن أخذنا تغطيتها وحديثها من صحيفة الرياض نتابع الحديث المهم لمدرب منتخبنا السيد مارفك وصف هذا اللقاء بأنه لقاء تاريخي ومن دون ضغوطات لن ننافس قال تواجدنا باكراً في تايلند منذ ستة أيام قبل موعد المباراة المرتقبة هذا يدل على أن استعدادنا القوي لهذه المواجهة التي تعد واحدة من أهم المباريات في تاريخ المنتخب السعودي لذلك نحن على أتم الاستعداد من جميع الجوان مهندس محمد سراح البعض وصف هذا التصريح بأنه يشكل ضغط على اللاعبين هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا هو واقعياً كثير من مدربين يحاول عيش اللاعبين بالواقع اللي هم يعني ممكن ممكن اللاعب يعني يغفلوا أو بعض اللاعبين ما يدركوا بشكل مطلوب فلذلك يوحي اللاعبين أنك أنت تلعب تحت الضغط وأن دائماً نتائج أو نتائج النجوم دائماً تحقق لما تلعب تحت الضغط فلذلك هذا أمر طبيعي المدرب دائماً يحاول يعني يتعامل مع نفسيات اللاعبين ما هو يتعامل مع نفسيات الجمهور فقط لا بالعكس هو يهمه الآن أن اللاعبين يكونون يعني مهيئين بشكل كبير أنك ترك أنت تلعب تحت الضغط ولكنك أنت لاعب كبير عندك خبرة تتفوق على الفريق التايلندي أنك عندك خبرة كبيرة تلعب دولي محترفين آسيوي يعني وصلت الكاس العالم أربع مرات أشياء كثيرة يعني تاريخك أنت كمنتخب يعني أفضل من تاريخ منتخب التايلندي النقطة الثانية والمهمة حقيقة أنت لعبت في مباريات ماضية تحت الضغط فلذلك طالما أنت لعبت تحت الضغط واستطاعت أنك أنت تتجاوز أنت الآن تحت الضغط أعلى ليش؟ لأن الحقيقة يعني التعويض في المباريات القادمة ما في تعويض زي مباريات الدور الأول الدور الثاني يعني مبدأ التعويض صعب جدا يعني أي خسارة حتبعدك عن المنافسة فلذلك هو لا بد أن يعيش اللاعبين بالواقع اللي هم حيشاهدونه يعني حيشعرون فيه داخل أرضية الميدان ولذلك اللاعب لما يشعر أنه حيلعب مباراة تحت الضغط يستطيع هو يعني يطلع من هذا الأمر ويستطيع أهيئ نفسه بشكل إيجابي بالإضافة إلى الجهاز الإداري برضو مهمته أنه يعني يشيل عملية بعض الضغوط من اللاعبين وأيضا اللاعبين الكبار ممكن يهيئون أو يدعمون اللاعبين الصغار بأنهم يقدمون أنفسهم بشكل إيجابي يستمر هذا العطاء فكل هذه المعطيات المدرب يعني دائما يعني يثبت على التشكيل وخاصة سيد مارفك يعني ثبت على التشكيله هو يبحث عن انسجام يبحث عن أن التكتيك يكون يقدم بشكل أعلى ممكن في مباراة الماضي يعني يقدموا تكتيك ممكن 60% 70% إلى 80% الآن هو يطلع أن يقدم اللاعب نفس تكتيك مارفك بشكل 90% على أساس أنه يحقق نتيجة فلذلك المهم للمنتخب السعودي أنه يحقق نتيجة يعني في الدكاك الأولى من المباراة أي هدف يحقق المنتخب السعودي بالتأكيد بيريح المنتخب السعودي يستطيع يتخلص من هذا الضغط الذي سيعيشه خلال 90 دقيقة في المباراة جميل أبو فيصل أنت معجب السيد مارفك من ما قدم الفترة الماضية مع المنتخب السعودي هذا الثبات والاستقرار من صنع مارفك؟ لا شك أنا أقول يعني مارفك من يعني أفضل 10 مدربين في العالم هذا واحد الأمر الثاني درب منتخبات لها بعوق كانت عندها ظروف معينة لكن الموسمع الرياضي انتقده بقسوة فترة الماضية نحن دائما ننتقد للانتقاد فقط ولم نعيش المدرب في مرحلة أو نعطي المدرب على أقل تقريبا أربع شهور خمسة شهور ننتقده ليش عدم وجوده هذا مع فريق عمل متكامل عنده فريق حق تحليل المباريات عنده تحليل اللاعبين عنده يعني فريق متكامل على الجانب الفني ولذلك أنا أقول حتى المباراة السابقة وجدنا أنه يقدم عمل جبار فيها وليست مباراة واحدة يعني شهدنا مباراة تايلنت في البداية مباراة العراق أخذنا فيها ما نحتاجه بعدها لعبنا مع الإمارات واليابان وعفوا ثم اليابان نحقق لنتائج إيجابية بو فيصل لكن أنا أتكلم أن الانتقادات التي وجهت لسيد مارفك الفترة الماضية طيلة الفترة الماضية مثل ما تفضلت على أنه لا يتواجد ولا يتابع الدوري السعودي ولا يتابع المباريات فقط يتواجد أيام المباريات الرسمية النتائج الإيجابية هي اللي خففت تساعد خففت من حدة الهجوم على السيد مارفك ولا الغالبية للأمانة وصفوا بأن هذا خطأ كبير من الاتحاد السعودي الكرة القدم كيف يوافق على عدم تواجد المدرب لمتابعة المنتج؟ قد تكون بعض الظروف ولكن أنا عندي فريق عمل أنا أتابع ممكن ست مباريات في اليوم الواحدة أو في الجولة الواحدة ولذلك حتى لو تواجد في مباراة واحدة لدينا ممكن في جدة أو في الدمام أو حتى في القصيم مباريات ولذلك فريق العمل يتواجد ليست هذه مثلا هي الأساس أنا أتكلم عن شخص قدم حتى العلاقة اللاعبية مع السيد مارفك بشكل ما يتخيل أخوي بنده يعني هناك علاقة يعني هي اليوم نشوف ما يقدم المنتخب السعودي بناء على هذا هذه العلاقة الودية التي تسود حتى المنتخب ونقول نعم الجهاز الإداري كان ساند ومساعد لهذه المرحلة وكان متوافق مع ما يراه الجهاز الفني ولكن أنا أعتقد أنه ما قدم الفترة الماضية هذا يعطي مدلول على أنه لديهم هدف كبير نأتي فيه بمراحل مختلفة نتمنى إن شاء الله أن يكون هذه الرؤية تعطي انطباع على ما يقدم من عمل نعم نعم نثق استكمال الكلام للأستاذ محمد أنا أقول نعم اللاعبين لهم لاعبين محترفين لديهم الخبرة يعي ما يقدمه في أي مباراة تحت أي ضغط لم تكن هذه المباراة الأولى ولا ستكون الأخيرة نثق في إمكانيات لاعبيننا الموجودة حتى النقد اللي حصل لهم في المرحلة الماضية هذا اليوم سيؤكد على أن ما يملكونه من إمكانيات نعم وعطاء بإذن الله إن شاء الله حيعكس ما نملكه من لاعبين نجوم يستحقون أن يكونوا في هذه المجموعة من اللاعبين مع المنتخل طيب أبو فيصل البعض وصف السيد مارفك لهذه المباراة بأنها تاريخية قال بأن هذا وصف مبالغ فيه ويشكل ضغط على اللاعبين أو هو أراد من خلال هذا التصريح أن يضغط على اللاعبين حتى يقدم مستويات أول شيء أن أخذوا كل الظروف التي قد تعيق استمارية المنتخب أنه تواجدوا قبل المباراة بستة أيام اختلاف الظروف والمناخية هذا الأهم برضو الإنسجام أنا أعتقد أن هذا تصريح للأعلام وليس لللاعبين هم يتوجدون خلال تقريبا ست أيام مع بعض التطبيق التكتيكي للمدرب على جانب الفني إمكانية معرفتها أو الوقوف على جميع إمكانيات اللاعبين الفنية واختيار اليوم العناصر أنا أعتقد أن هذا المتوقع فيها لن يكون هناك ضغط نعم نحتاج زي ما تكلمنا قبل قليل أن اليوم النقاط ليست ثلاث نقاط هي ست نقاط مع مواجهات ما بين أستراليا والإمارات واليابان والعراق وهي القريبة لدى المنتخب السعودي أي تعثر لهذه أحد الفرق سوف يساعدنا إلى نستمر في صدراتنا على أن نأخذ أهمية هذه المبارات بإذن الله بالكسب أو بالفوز بإذن الله إن شاء الله طيب من حديث السيد مارفك مدرب المنتخب السعودي إلى السيد كياتي سوك مدرب المنتخب التيلندي حديث مهم أيضا صرح من خلاله لوسائل إعلام نتابع في صحيفة الجزيرة ماذا قال لن يتمكن المنتخب السعودي من الخروج بنقاط فلسنا بالمنافس السهل قال مدرب منتخب تايلند أن اللعب في استاد راجا في بانكوك قد يعطيه أفضلية أمام السعودية في مواجهاتهما بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 اليوم مشيرا إلى أن هذا الملعب يرهب أي زائر تحدي قوي من السيد كياتي سوك مدرب منتخب تايلند أبو فيصل أمر متوقع مثل هذا الحديث أو ردة الفعل من خلال وسائل الإعلام لا شك يعني زي ما تفضل فيه الأبو ريان وأنه لا تشكل ضغط على المنتخب التايلندي هذا أمر أمر الثاني يعني لم تكن مثلا يعني المباريات مع اليابان أو مع أستراليا اللي تعادل فيها أنه يملك إمكانيات فنية عالية لا نأخذ مثلا مثلا نستكيني لأن هذا هو المتذيل للمجموعة يملك إمكانيات اللاعبين على مستوى عالي مباراة يعني الأفضلية لهم في أرضهم وبمناخ مختلف عن المملكة العربية السعودية الجانب الثاني دعم الجماهير لهذا المنتخب هيكون يعني مؤثر من خلال سير المباراة بحسب ما علمنا أن التذاكر نفد نعم ولكن أنا أعتقد أن حتى الجانب الإيجابي أن المنتخب السعودي متمرس في هذه الأمور يعني اللاعبين متمرسين سواء في الداخل أو في الخارج وهذا قد هو يحكي محفز للمنتخب التايلندي ولكن بإذن الله سنكون في الموعد وحيقدم إن شاء الله المنتخب السعودي ملحمة الفنية تعطي إن شاء الله الثقة للشارع الرياضي بشكل عام وللوطن بإذن الله أن هذا الانتصار يعطينا بإذن الله إن شاء الله طموح إلى إن شاء الله موسكو نعم هل ممكن يتأثر أبو ريال المنتخب السعودي بالحضور الجماهيري الغفير المتوقع في مباراة اليوم أما أن منتخب خلاص يعني أصبح متمرس على هذه المواجهات وحديث السيد كياتي سوك مدرب تايلند من خلال لغة التحدي اللي أطلقها لوسائل الإعلام شف يعني لو شهدنا حنا أخذنا يعني تصريح المدربين وجدنا إن ما رفك بالعكس يعني خايف من مباراة وهذا أمر طبيعي جدا لأنه أحيانا لما تلعب مع فريق مثلا يعني أو منتخب متذير الترتيب تخشى أن اللاعبين يعني ما يأخذون حذرهم بالشكل المطلوب وهذا أمر طبيعي دائما يعني هاجس عند كثير من المدربين وخاصة المدربين العالميين اللي عندهم خبرة فلذلك هذا الأمر بالتأكيد ما رفك متخوف من هذه المباراة الأمر الآخر خاصة أن المنتخب التايلندي حقق نتائج إيجابية مع اليابان وإستراليا فهذا يعني مو بعيد أن يحقق النتيجة حتى مع المنتخب السعودي فهذا الأمر بالعكس يعني أمر مخوف النقطة الأخرى المدرب المنتخب التايلندي في الجانب الآخر بالتأكيد أنه يحاول أنه يستغل حتى الحرب الإعلامية يعني وهز يعني ثقة المدرب المنتخب السعودي بفريقه وهذا أمر طبيعي جدا فما يعني ما راح لمه يعني أو توجه له المدرب المنتخب التايلندي هو قضية التحدي بالتأكيد هو ما خسرا شي يعني حتى لو يخسر هو بالتأكيد يعني متذير الترتيب ما فيه شي يعني حيخسره أكثر من اللي خسره في وقت ماضي لكن أولا وأخيرا مهلا نحن أنك تحقق الثلاث نقاط هذه مهم جدا بشكل آخر أنك تحقق كما حققت في الدور الأول يعني المنتخب السعودي لو حقق عشر نقاط في الدور الثاني بالتأكيد أنه يتأهل وحيك سبتأهل ما فيه شك فلذلك المدرب المنتخب السعودي ما عرفك هو خايف أن اللاعبين يستكونوا على النتيجة الأولى للمنتخب التايلندي وترتيب المنتخب التايلندي في متذيل المجموعة هذه الأمور هي الهاجس عند ما عرفك في حين المدرب المنتخب التايلندي يثق أن اللاعبين دائما قدام الجمهور يقدمون عطاء فوق المستوى الفني والإمكانيات اللي لدى لاعبين المنتخب التايلندي فهو يحاول يستغل مثل هذه الأمور لكن إن شاء الله نتطلع إن شاء الله أن المنتخب السعودي يتخطى هذا الجانب بالذات وأنا ما زلت أكررها بأكثر من مرة أن تسجيل المنتخب السعودي في بداية المبارات هو حيغير أشياء كثيرة من المبارات وحيخلي حتى الجماهير ما يكون لهم تأثير كبير على اللاعبين المنتخب السعودي وهذا الأمر بالتأكيد سيعطي دعم كبير للمنتخب السعودي بأنه يحقق نتيجة أكبر من هدف إن شاء الله في هذه المبارات طيب على هاشتاق عالم الصحافة عدد من التعليقات عبد العزيز السليمان فالك التوفيق الأخضر نصراوي تيما يقول إبراهيم غالب وخاد الغامدي جين تتابعون مباراة بالرياض واحتياط غائب عن فريقة مثل رويلي مع المنتخب في تايلند أبو خلاد سؤال مهم نحن أبطال آسيا ومن أسيادها واليوم نهاب تايلند أين الخلل؟ يعني أنا أعتقد أن الفرق الفرق هي قاعدة تقدم المنتخبات الثانية قاعدة تأدي عمل زي ما تأدي أنت في تهيئة منتخبات لهم أكثر من تقريباً الآن عشر سنوات يقدمون يعني خاصة في شرق آسيا الدول يعني الغير الواهج الرياضي الكوريا أو اليابان أو الصين لا شك أن هذه الآن قاعدة تعطي عمل جبار على مستوى الفئة السنية على استقطاب المدربين على مستوى عالي من الخبرات في التأهيل وفي استراتيجية لا ننظر مثلاً نحن مثلاً بنظرة هدونية للمنتخبات الأخرى اليوم تايلند تعادلت مع الصين فازت عليها أعتقد اليابان واحد صفر وثانين صفر في تايلند وتعادلت مع استرالي نعم وتعادلت مع استرالي عفوا أنا أقصد استرالي هذا يعطي أنه حتى المنتخبات الثانية تتقدم هي تعمل زي ما نحتاج نطور في منظومة الرياضة أو الكرة القدم بشكل خاص شعور الجمهور السعودي شعور السعودي لما يشارك منتخبة ويتذكر أو يربط بالماضي الجميل وأننا بالفعل كنا أسياد آسيا وكان تواجدنا في كأس العالم أمر يعني محسوم كان يرى يربط لفترة ماضية يرى أن منتخب تايلند هذا هنا برات منتخب تايلند في الجهة صحيح تأكيد لكن الآن لا أصبحنا نخشى المنتخبات المتواضعة والأقل منها صحيح أنهم يشتغلون مثلنا تطورت كثيرا منتخب تايلند حاصل على بطولة غرب شرق آسيا قبل فترة وكان مع منتخبات قوية سأتكلم هيبة المنتخب السعودي لماذا تغيرت؟ لا شك أنا برضو أنا مشجع وكجمهور أحب أن تكون مثلا المنتخب السعودي في أفضل حالاته كما تسيد آسيا لهذا الجانب يعني حتها على مستوى اللقات السابقة أنت العامة عم تقيم الخمسة عشر فيست عليهم ثلاثة عشر مباراة وتعدلت في واحدة أعتقد وتعدلت في ثنتين هذا تأكيد على كلام الأخ العزيز الفاضل أنه مستقية هو لكن نقول نحن حصل عندنا درب في الفترة السابقة الناس قاعدة تعمل على تطوير الكرة تعطي الآن ثقة للشارع الرياضي تعطي دعم لا شك أنه حتى من الإعلام الرياضي داعم بقوة هذه المرحلة نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الأمور عند حصة نظن الجميع وما يقدم العمل الآن يستحق أن تكون فيه الكرة والسعودية في مكانها الحقيقي وليس الوهمي كما نتغنى فيه دائما لا شك نحن نقول نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه مرحلة يتبعها مراحل بإذن الله إن شاء الله داعمة وقوية حتى ناخذ الأفضلية بالعمل وليس نتغنى بتاريخنا السار نعم طيب على الهاتف معنا زمين عبد الرحمن العابسي موفد القنوات الرياضية السعودية لمرافقة الأخضر هناك في تايلن عبد الرحمن مساء الخير مساء الله زمين البندر مساء الله عليكم مساء الله عليكم مساء الله عليكم حياك الله عبد الرحمن حنا ودنا بس ناخذ منك أكبر قدر من المعلومات بإجابات مختصرة حول الصحف التايلندية ووسائل الإعلام أنت قريب هناك من أرض الحدث ماذا تحدثت عن هذه المواجهة وبما وصفتها بني بندر بني بندر تحدث عن كما ذكرت السؤال الإعلامين سيلا دي منذ بداية من الصحبة الخاص في المتارفة الجندي الذي تحدث كثيرا وضع الضغط الكلي على حكم هذه المباراة فإن كذلك يسطره دائما للصحبين سيلا دي من خلال تدمرهم من هذا الحجب من هذا الاحتيار الحكم البحريني هذه ربما تعتبر من مسائل الصحف التحدي أو أيضا لوصول صوتهم إلى حكم هذه المباراة أيضا في حديث المدربة التايلندي في المتارفة الصحفي بالأمن وهذا أيضا مساعد كذلك الصحفيين السيلا دي في حديثهم عن تواجد الأعبيد في هذه المنظمة بأنهم تواجد فقط من طول وأنه ليس بحاجة إلى الحظ الصف على المنظمة السعودي وكأنه يتحدث كثيرا عن اللغة الصارفة المباريات الماضية في حديثه جائما كل الحديث ينصب حول التحكيم وذلك ماذا كان صارف على التحكيم سواء بحريني أو المباريات القادمة عبد الرحمن الجفافات النارية وليسهولة وصولها إلى المنعة فقط للبوطات الخارجية السعودي كما ذكرت لك هي عن طريق القطار وهو المتوجي فقط إلى المحطات القليلة المنعب كانت بطريقة مجانية هذه مبادرة نفكومة السعودي والشركات التي رسمها في خاطر أزماء المنظمة المنظمة أيضا كذلك يتحدث عن السبن القادمة من خالج مدينة بانكوك عبر نهر وميناء الجاف والوصول عن طريق الباصة إلى رضيك منعب السعودي ومدرسات الملعب كذلك أيضا يعدين أيضا لأن سيارات تجري ومستطفل إلى طرابة الملعب كان هناك خاطر خمسين في الجماهير الجريدي ومصول فقط إلى عرضية الملعب هذا كل من تجري وكل الإمكانيات لتعلم المنظمة في المنظمة الضرع الضرع المنظمة السعودي اللاعبين الجموغ الذي كان متواجز كثيرا عند مطر منتخب السعودي أنا يتحدث بتفاؤل كبير على محيي اللاعبين نرى ذلك كثيرا على محييهم ومشهر حديثا مع الجمهور وأخذ صورة الثانية جميل يتحدث ربما عبد الرحمن طيب يبدون شكل عبد الرحمن من الحماس ضغط على وقف الخط طيب يحاولون يعدون الاتصال حين عندنا جولة كذا سريعة في الصحف التايلندية أو أبرز الصحف التايلندية ماذا وصفت هذه المواجهة وبماذا تحدثت عن هذه المباراة من خلال العنوين التي نستعرضها في أهم وأكبر وأبرز الصحف التايلندية نتابع عندنا في صحيفة بانكك بوست الاتحاد التايلندي يحذر المشجعين من الشغب وهناك قلق من اختيار الاتحاد الآسيوي لهذا الحكم أيضا في صحيفة كوكسود مدرب تايلندا يقول بأن الفريق قادر على انتزاع الثلاث نقاط من أثرياء الزيت صحيفة داني شون زيكو توقع معركة كبيرة من رجاله ضد السعودية أن صحيفة راث التايلندية قالت بأن الانتقام مهمة تايلند ضد السعوديين حملت كأس العالم وصحيفة تاي بوست التايلندية أمر زيكو فريقه إلى الثلاث نقاط قبل السعودية كانت هذه أبرز العنوين التي جاءت في بعض الصحف التايلندية وحديثها عن هذه المواجهة أمام المنتخب السعودي لك تعليق أبو فيصل على بعض العنوين أنا أقول يعني دائما هي طبعا دائما تكون الأعلام الرياضي محفز للمنتخب الوطن بالنسبة لتايلند الشحذ الهمم طبيعي أنه الأمر الآخر يعني أنا أقول أنهم بالنسبة لهم هي هي قد تكون هي كاس العالم أنك اليوم تعوق المنتخب السعودي عن الصدارة تؤثر فيه من خلال سير مبارات تضغط عليهم بجماهير أو بأعلام لا شك أن هذا الحمد لله متمرسين فيها لدينا تارغت كبير أو هدف كبير الجميع عارف ماذا لديه بإذن الله إن شاء الله هذه كلها لن تؤثر في مسيرتنا طبعا أحب أشكر السفارة السعودية حقيقة السفير الخادم في مملكة تايلند على ما قدم من عمل تواجده مع البعثة تسهيل كافة الإمكانيات ونعرف وش المشاكل التي تعوق الجاريات السعودية أو الجماهير السعودية في هذه المرحلة كل شكر لمقدموه وهذا لغير مستغرب حتى الصحف التايلندية أبو فيصل تتحدث عن احتمالية وجود شغب لا سمح الله متعودين يعني في هناك ملاعب تايلند لكن إن شاء الله تكون احتياطات الملحلة كافية لا شك ما قدمه من عمل تسليط الضوء عليها وإطلاع مشاهدينا على حديث الصحف التايلندية عن المباراة الليلة أمام المنتخب السعودي نعود لنواصل حديثنا عن صحفنا المحلية وماذا تحدثت عن هذه المواجهة ونستكمل مع صحيفة الرياضية حديث مهم لرئيس الاتحاد السعودي كرة القدم لا نخشاهم ومتفائل بإسقاطهم بدد الدكتور عدد رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم تخوفه من المواجهة المهمة والمرتقبة يوم الخميس أمام منتخب تايلند في تصفية الأسوية المؤهلة إلى نهايات كأس العالم 2018 في روسيا لكونها أول مباراة رسمية للاتحاد الجديد وقال عزة الذي يترأس بعثة منتخب السعودي في العاصمة التيلندية بانكونك نحن مكملون لبعض وفي حال فوز التأهل لكأس العالم سيكون انتصار الجميع رؤساء الاتحادات السابقين موضحا أن إدارة المنتخب السعودي بذلوا كل ما في وسعهم من أجل إعداد الأخضر لهذه المباراة الحاسمة نحو الطريق إلى روسيا أبو ريان أول مباراة رسمية للاتحاد الجديد بالتأكيد شف يعني أنا أقول المحافظة على المكتسبات طبعا الاتحاد السابق من ضمنها التعاقد كان يعني النجاح في التعاقد مع معرفق هذا يعتبر نجاح ويجير الاتحاد السابق النتائج الإيجابية وخاصة تحقيق عشر نقاط وأيضا يعني صدارة المجموعة هذا بالعكس هذه مكتسبات كبيرة حقا الاتحاد السابق المحافظة على المكتسبات أمر ليس سهل ولا أمتأكد أن رئيس الاتحاد الحالي يعني عادل عزت وجميع زملائه بالتأكيد أنهم يعيشون هذه الأيام بالذات تحطوك كبير لكنهم يعني طبعا هي مهمة وطنية بالدرجة الأولى وهو يعني إنجاز للوطن بغض النظر من الاتحاد السابق أو الاتحاد الحالي ولكن بالتأكيد أنه ما أود يخسر هذه المكتسبات وود يعني بود الاتحاد الحالي أنه يبتدي من حيث ما انتهى الاتحاد السابق وهذا هو العمل يعني المؤسسات وهذا العمل المفروض أنه يكون لذلك أنا أقول أن عادل عزة تواجده الآن بجانب اللاعبين وبجانب الجهاز الفني والإداري في المنتخب هذا أمر مهم جدا يعني وهذا أمر بالعكس يحسب للرئيس لكن أتمنى أن هذا التواجد إن شاء الله يكون دعم كبير لللاعبين دعم كبير أيضا للجهاز الفني والإداري الإداري المشرف أنا أعتقد أنهم في مهمة كبيرة جدا من بلات الأولى لما تكون خارج بلدك وخارج حقيقة بين جماهير خصمك بالتأكيد أنها تكون صعبة جدا وأمر موسهل أنا أقول أعان الله كان الله في عوان هذا الاتحاد القادم بإله أنه يتخطى هذه المرحلة المرحلة بالتأكيد أنها مرحلة يعني يمكن أربع شهور خمسة شهور القادمة هي بتكون مرحلة صعبة بالنسبة له بعدها حيتكيف على كثير من أمور حيتغلب على كثير من العقبات التي ممكن تواجهه ولكن العقب الأولى والاختبار الأول هو المبارات القادمة ومبارات اللي ستبدأ إن شاء الله بعد يعني أقل من نص ساعة إن شاء الله بإذن الله وانت تطلع إن شاء الله أن المنتخب السعودي يحقق نتجاج بيه وأن التحاد القادم بإذن الله أن يحقق الله النجاح والتوفيق بإذن الله وحنا مع الوطن ومع رجالات الوطن في كل مكان وفي كل محفل بإذن الله ندعمهم ونقف معهم واتمنى إن شاء الله يعني يتخطون مثل هذه الظروف وهذه الصعوبات اللي هتوجههم بالتأكيد تحت ضغط علامي تحت ضغط جماهيري كل هذه المكتسبات أكيد يسعى الاتحاد الحالي بالعكس يعني المحافظة عليها وزيادة هذه المكتسبات للوطن وهذا هو العهم يعني في المرحلة الحالية طيب عندنا عنوان أيضا في صحيفة الوطن يتحدث عن حديث بعض اللاعبين المنتخب السعودي لهذه المواجهة الخيبري ومعتز قال بأن هدفنا تعزيز صدارتنا وآلف تيل يتوقع مواجهة صعبة لغة الأرقام في صحيفة الشرق الأوسط المنتخبان التقيا في خمسة عشر مواجهة الأخضر يتفوق بثلاثة عشر انتصار السعودية تبحث عن الفوز الرابع عشر أمام تايند في التفاصيل يسعى السعوديون في مواجهة تايلندا اليوم الخميس إلى تعزيز صدارتهم المجموعة الثانية للتصفيات المنديلية فضلا عن فرض هيمنتهم من خلال تحقيق الفوز الرابع عشر في تاريخ مواجهات المنتخبين وكان المنتخبان السعودي والتايلندي التقيا طوال مشوارهما في خمسة عشر مباراة اتضح جليين تفوق الأخضر بالفوز بثلاثة عشر لقاء أي بنسبة ستة وثمانين في المائة فيما فاز التايلند بلقاء يتيم وكذلك تعادل المنتخبان في مواجهة واحدة فهل ستواصل الكرة الابتسامة للسعودي للعام الثالث والعشرين على التوالي أم ستبتسم أخيرا للتايلنديين الأرقام لا يوجد يعني مقارنة أبدا بين المنتخب السعودي ومنتخب تايلندي زي ما تكلمت قبل شوية لكن أكثر من خمسة عشر مواجهة توفوق فيها المنتخب السعودي في ثلاث عشر مواجهة وهذا يعطي مدلول على يعني وإمكانياتنا السابقة التي كانت موجودة أو في المرحلة الماضية اليوم حين نلعب في مباراة يعني تختلف عن السابق نلعب لدينا هدف كبير اليوم تكلم فيها اللاعبين عبد الملك الخيبري أو معتزل هوساوي أو محمد ألفتيل وتكلمهم باسم المجموعة هذا التركيز وهذه مثلا الثقة وفي نفس الوقت الهدف المرجو من هذه المباراة هي الإمكانيات الآن المتاحة للاعبين إمكانيات الفنية اللي بإذن الله إن شاء الله سوف تكون يعني اليوم في الموعد وإن شاء الله أنها يعني يعني تحقق المبتغى والأمنيات للوطن بتصدر هذه المجموعة واستكمال المسيرة وصولا بإذن الله إن شاء الله الكاس العالم أبو فيصل خليني أخذ لو إجابة مختصرة منك بصفتك أيضا لاعب سابق يعني وخدم الرياضة السعودية العناصر الموجودة هي الأفضل عناصر موجودة لأن هناك دائما جدل كبير حول اختيار العناصر أو اللي يمثلون المنتخب من خلال التشكيل الرسمية إحنا إحنا يعني ما ناخذها بالأهواء ناخذ المدرب دائما يعني من يطبق التكتيك الفني لديه المدرب له أكثر الآن من تقيبا يمكن ستة وثمانية شهور موجود مع المنتخب السعودي يعرف جميع إمكانيات اللاعبين إحنا نعرف أن هناك لاعبين طبعا هذا منتخب وليس نادي المنتخب الآن موجود فيه أكثر من 24 نجم على مستوى الكرة السعودية اختلاف الإمكانيات اللي أنظرها أنا أخ بندر أو تنظرها أنت هي في الأخير فيها نوع من العاطفة استجداء لفريق معين على حساب ولكن ما نتكلمون فيه الكابتن إبراهيم غالب أو الكابتن خارج قدموا الإمكانيات فنية عالي هذا الموسم ولكن إحنا قلنا الاستقرار اللي دائما ينشد فيه السيد مارفك اعتماده على مجموعة معينة من اللاعبين سنشاهد اليوم حتى من أنتقد في المرحلة السابقة ماذا يقدم مع سيد مارفك في المنتخب السعودي والأهم ماذا يقدم المنتخب السعود من خلال المواجهات القادمة لا شك بالتوفيق إن شاء الله الأخضر لا شك نتمنى بإذن الله إن شاء الله يعني يفرح الوطن في هذا الانتصار وسوف يكون إن شاء الله هو العودة الحقيقية إن شاء الله للمرحلة إن شاء الله لمستقبل نعم أبو ريان تتوقع نتيجة معينة أكيد التمني كلنا نتمنى في وزن الأخضر توقع نتيجة معينة عطني رقم والله إن شاء الله أنا أقول يعني 2-0 بإذن الله هذا يعني توقعي لكن بإذن الله لكن لابد ندرك حاجة بس بسيطة باختصار بريان نعم المنتخب السعودي الآن أو أي منتخب يعني ما يحترم خصمه بغض النظر عن الفورق الفنية يعني إذا ما تحترم خصمك ممكن أنك أنت تخسر النتيجة هذا أمر طبيعي في كرة القدم يعني النقدة الثانية تذكر أنت اليوم تلعب على أرض تايلاند وبين جمهوره وهم ما عنده أي حاجة يخسرها نعم وإنت ناقص أسامة أوساوي وحسن معاد يعني بالتأكيد هذه أمور يعني الحقيقة يعني يعني صعبة بالنسبة على المدرر بأنه يخسر لاعبين اثنين وقد قد يخسر لا سمح الله لاعب أو لاعبين نعم أثناء مباراة هذه أمور طبيعية ممكن تحصل زين في أمر آخر يعني يعطي عدم يعطي عدم حقيقة قيمة للمنتخب يعني نتمنى الثبات بالعكس الثبات يعني شيء مهم جدا للمنتخب السعودي نعم وأتمنى إن شاء الله الفوز إن شاء الله بأثنين صفر وأكثر بإذن الله شكراً للمهندس محمد السراح عبر الأقمر الصناعية من القسيم الخبير والناقد الرياضي أعطيك العافية بريان أيضاً كل الشكر للكبتن خالد الزيت لعب منتخب السعودي سابقاً وأيضاً الخبير والناقد الرياضي أبو فيصل باتك العافية شكراً أخي بندر إن شاء الله يعني مبارك وعنفسنا بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق للأخضر السعودي أمام منتخب تايلند بعد أقل من ساعة هناك في بانكوك كل الأمال للأخضر السعودي بتحقيق ثلاث نقاط مهمة في مشواره نحو مونديال روسيا نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة التغذية تتواصل للقنوات الرياضية السعودية مع برنامج الطريق إلى روسيا بعد قليل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر